ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وفدى مملكة البحرين في الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بحضور الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري نيابة عن الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد لقطامي نقل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة معربا سموه عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسة الدورة الحالية للمجلس على جهودها المتميزة في الدفع بمسيرة العمل الرياضي الخليجي وأكد سموه خلال كلمته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ومع توقف الأنشطة والبطولات الرياضية الخليجية على مدار الأشهر الماضية فإننا نتطلع لتخطي هذه المرحلة ومضاعفة الجهود لاستمرار مسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك وفق الآليات المناسبة والاشتراطات الصحية الملائمة وعودة البطولات الخليجية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأخوة وتوطيد وشائج المحبة والوئام بين أبناء دول مجلس التعاون وهو ما يتوافق مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم وأعرب سموه شيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة عن اعتزاز مملكة البحرين برئاسة الدورة القادمة للمجلس مؤكدا حرص المملكة نحو مواصلة تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم وتوجيهات أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية وبما يحقق طموحات وتطلعات أبنائنا الرياضيين في دول مجلس التعاون وعقب ذلك شرع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية في استعراض جدول الأعمال حيث تمت الإشادة بالتقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن هيئة فضل منازعات الرياضية الخليجية والتي تعد إحدى مبادرات سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة